سيد محمد من التصليل الصحيفة من التصليل بنور زهير شنو تتوقع جوابا لهم قالي لاتا شنو متهمة بسرقة سموها سرقة القرن بالعراق والعراق كله يدور عليه قالهم ما يدورون عليها طالعان شنو شمجاوبهم مجاوب الصحيفة باتصال هاتفي قالي لهم انا مواطن احترم القانون وانفي جميع التهم الموجهة اليه واني مو متورط باي جريمة بالعراق واتحد اي واحد يقول لي انت متورط بجريمة انا كذلك اضم صوتي لصوت نور زهير اضم صوتي لصوت نور زهير لانه من غير المعقول شخص لم يعرف سابقا وليس لديه اي عقل اقتصادي يقوم بهذه العملية عزيزي خلف نور زهير هناك قوى سياسية واعزاب وكتل سياسية هي من دفعت نور زهير بهذه القضية لكي تستفاد وكما نشاهد سابقا قضية نور قنبش بمسرعية كذلك تم تصفيته لكي تخفى جميع الوثائق الفساد بوفاة سيد سعد قنبش الآن في المستقبل طبعا للعلم هو سيد نور زهير هدد القوى السياسية اذا نهاية شهر الطنعش لم يتم الافراج عني سأكشف عن جميع الفاسدين الذين دفعوني وتورطوا ويعني ورطوني بهذه القضية